إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب اليوم نتكلم في فصل عجيب وجميل بعد أن تكلمنا في الحلقات التي مضت أن حاجة الإنسان تنقسم إلى ثلاث أمور يمدح الإنسان إذا كانت قليلة عنده وذكر منها المصنف مثل النوم وقلة الطعام والشراب فهي ممدوحة على كل حال وأمور تمدح بكثرتها وهي مسألة النكاح والجاه وتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر اليوم سنأخذ فصل فيما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه يقول المصنف رحمه الله وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادهم أن هذا المال بسببه يتوصل إلى حاجاته وتمكن أغراضه أو أغراضه بسببه وإلا يقول المصنف وإلا يعني أن المال فليس فضيلة في نفسه فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعترى وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا بمعنى أن الإنسان إذا يعني واحد يملك الملايين وهو مبقاعد يصرف مقصر على نفسه مقصر على عياله مقصر على رفاقه فهذا غير ممدوح عند الناس يعني ما يتبرون شيء واحد يملك الدنيا مثلا لكن لا يرى عليه إثر النعمة تطلب منه دين ما يعطي ما يهادي إخوانه ما يهادي ربعه يعني شحيح بخيل فيقول المصنف أن المال لا يمدح على كل حال إنما يمدح على مثلا واحد الله رزق أمال وسع على نفسه وسع على عياله وسع على زوجته بن المساجد الطبع القرآن ساعد الفقراء المسرين هذا ما يقدر يتزوج ساعده هذا علي دين ساعده هذا فقير ساعده هذا يبيعالج ساعده يعني استخدم هذا المال في أوجه الخير يعني المصنف لما ذكره قال أول شيء إن الناس تتعشن فيه ثم يقول وإذا صرفه يعني الإنسان إذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال لأن الإنسان لو مثلا أنفقه يريد مثلا يوسع على نفسه وعياله ممتاز لكن هذا من يمدحه أهل وعياله وأبناءه إنسان وسع على نفسه وعلى مثلا الشعراء وعلى أهل الرياضة وزواره وضيوفه وأهل الدين يعني يبي الذكر الحسن يبي الذكر الطيب فهذا عنده أهل الدنيا أيضا بيمدح يعني يقولون والله فلان ما يقصر فلان لو وصلت ما يردك يدك خالية ولكن متى يمدح عند الله عز وجل لابد أن النية تكون لله وهل في فرق إي نعم في فرق شلون لو جاني واحد فقير معدم ما حد يعرفه إذا أنا بالدنيا ما راح أساعده لأن هذا لو ساعدته من يذكرني من يمدحني وهو مثلا عامل يعني ليس من أهل النسب ولا الحسب ويمكن أعطي المبلغ ويسافر لكن إذا أنا بالدنيا بأمدح واحد من أسره عريقة بأمدح بأعطي فلوس واحد شاعر بأعطي لفلوس شخص مشهور بأعطي لفلوس شخص بيصورني وأنا أعطيه أو بيذكر أو بيتكلم أو يعني اللي يطلب الدنيا يبي شيء من الدنيا يبي شيء أخرى يبي جاه فالنية مشكلتها أنه ما راح تخليك تساعد الكل وبيساعد ابن الحسب والنسب وبيساعد المشهور وبيساعد المغرور لأنه يطلب الدار الآخرة بعكس الذي يطلب الدنيا وإن كان هذا سينتفع منه أقوام ولكن صاحب الآخرة سينتفع منه الأكثر والأحوج ويقول المصنف رحمه الله ومتى كان صاحبه أي صاحب المال ممسكا له غير موجهه وجوها حريصا على جمعه بخيل حريصا على جمعه عادا لكثرته يعني أهم شيء عنده الرقم يزداد يقول هو كالعدم وكان منقص في صاحبه ولم يقف به أحد على جدد السلامة بل أوقعه في هوة الرذيلة البخل والنذالة فإذا تمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليس لنفسه وإنما هو للتوصل به إلى غيره يعني هذا المال يوصلك إلى أمور أخرى وتصريفه في متصرفاته فجامعه إذا لم يضعه في مواضعه ولا جعله في وجوه الخير غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى وهو ليس بممتدحا عند أحد من العقلاء بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه فأشبه يعني حال هذا الرجل بخازن مال غيره ولا مال له فكأنه ليس في يده منه شيء والمنفق مليء غني بتحصيله وبهذا المال الذي ينفقه فهو غني وإن لم يبقى في يده من المال شيء وهذه فائدة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتنبه إليها أن الإنسان ربما ما يكون عنده في رصيده مثلا مئات الألاف ولا عشرة الألاف ولكن بيته واسع ينفق هذا المال على بيته وينفق على إسرته وينفق على سفره وينفق طبعا من غير إسراف من غير مخيرة ولكن موسع على نفسه وعلى أبنها هذا حالة حال الأغنية بعكس الذي يملك الملايين ولكنه كخازن المال الذي يجمعه في الخزينة ثم يموت ويستمتع به الورثة يقول هذا الغني حالة حالة الخازن الخازن هو الإنسان يعني مثل البنك هو في الحقيقة ليس غني إنما استغنى بأموال الناس هذا الخازن ليس غني إنما هو يمسك هذا المال ثم لما قدم المصنف هذه المقدمة أن أحوال الناس مع المال انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عجيب يعني أو من لطيف تأليفه لأن لو واحد نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله قرأتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت وهو جوعان وربط الحجر على بطنه من الجوع إذن هو من الفقراء فأراد المصنف أن يبدأ بمقدمة أن الغنى ليس بالضرورة أن يكون على نفس الإنسان إنما بإنفاقه فيقول فانظر في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد وأجلبت له الغناء ولم تحل لنبي قبله وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز وفتحت عليه بلاد اليمن والجميع جزيرة العرب وما داناه من ذلك وكانت الشام قريب أو فتحت بعده بشيء يسير والعراق فتحت في زمنه صلى الله عليه وسلم وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجب للملوك إلا بعضه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الكثير وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء يعني لو أراد لو نتكلم عن غناء فهو كان غني لكنه صلى الله عليه وسلم ما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما بل صرفه في مصارفه وأغنى به غيره وقوى به المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينار أرصده ليدين وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نساء فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال الآن استرحت وكان صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله شوف ما ارتاح إلا لما أنفقها ديستة دنانير وبعضنا ويمكننا أنا حتى وياكم نقول يا أخي لو خلى مئة ألف لهم لو خلى ربعها لو خلى عشرها لو خلى نصفها طبيعة النفوس سبحان الله جبلت على الشح جبلت على الشح يعني تحب المال قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جمع وقال إن الإنسان لحب الخيري لشديد أي لحب المال لكن امتدح الله عز وجل قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون غائد الإنسان كلما كان من طلاب الآخرة كلما كان من أهل الخير كلما هان عليه بذل المال في وجوهه وهان عليه أن يصرفه وأن يعطي وكلما كانت النفس شحيحة لا والله بترك حق المستقبل لا بترك حق عيالي لا بترك حق كذا فالإنسان الذي لا يستطيع إني شفت واحد أنفق نصف ماله في سبيل الله لا تقول والله ما عنده سالفة وليش تعمل كذا المفوض أنه كان يترك لا قل ليتني أصير مثله قل سبحان الذي أعطاه هذه القدرة لا تقول والله لو مخلي حق عياله لو لو يعني وهذا موجود مع الأسف كثير عند الناس أنه ما يقدر فيذم اللي يقدر لا يا أخي أنت ما تقدر تصدع بالحق لا تذم الذي يصدع ما تقدر تنفق في سبيل الله لا تذم الذي ينفق لا تستطيع أن تبر والديك يعني تقبل أقدامهم لا تذم الذي يفعل أنت ما تستطيع اسأل الله أن يعينك أرضى بما عندك لكن لا تذم الذي ينفق لا تذم الذي يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وكان أجود الناس بل أسلم كثير من الناس بسبب إنفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأس الصحابة بفعله فينبغي لنا أن نتأسى بهم وأن لا نرضى بالحل التي عليها وأن نذم صنيعهم أو فعل من ينفق في سبيل الله هناك وصلت إياكم إلى يمكن منتصف الباب ولكن أعتقد أن الفكرة وصلت منه دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر